أطلق أصحاب الوحدات الصناعية في مجمع صناعات البغدادي جنوب شرق محافظة الأقصر نشاطاتهم الانتاجية في وقت قياسي بدأ المجمع بالفعل في انتاج مجموعة متنوعة من المنتجات التي غزت الأسواق المحلية في الأقصر والمحافظات المجاورة في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة امتلك أصحاب الوحدات الصناعية بمجمع صناعات البغدادي جنوب شرق محافظة الأقصر وحدات صناعية في وقت قياسي بدأنا في التفكير في إنشاء مصنع للتمور في الأقصر وهو أول مصنع في المدينة الصناعية في الأقصر في لحوم ومجمدات وفرص عمل كتير يعني جير التمور وفي مصانع كتير برضو في بطاطس في المنطقة نفس المنطقة برضو المجمع يشمل عددا من الأنشطة الصناعية مثل مواد البناء الديكورية والأدوات المكتبية والكهربائية والهندسية وصناعة المنسوجات والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعة الكمامات والأكواب الورقية وغيرها من الصناعات بصراحة مكان مجهز المدينة الصناعية الحكومة موفرة كل الإمكانيات كهرباء ومية كل الإمكانيات هنا بسم الله ما شاء الله فما فيش حاجة متعطلين عليها خالص وبذلك بننتج هنا أعمال حدادة وبننتج هنا بنعمل أجهزة برضو ومكابس ومعدات والحمد لله ما فيش أي تكسير من أي حاجة ده طبعا مجمع تحت إشراف وزارة الصناعة والدولة عمله لنا هنا ومغفرنا فيه كهرباء ومية ووحدات تحت إشرافها طبعا هنا احنا عندنا عجان الست البيضي عجان إنتاج مصري محلي 100% المجمع يقع على مساحة عادل 206 ألاف متر مربع ويضم وحدات بمساحات تتراوح بين 284 و 480 مترا مربعا ويعد المجمع شريانا حقيقيا للتنمية الاقتصادية اشتركوا في القناة